لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بل انه تأتي المؤسسة العسكرية وتشير الى انه هناك حملات اعلامية ممنهجة وهذه ذكرت في المخططات العدائية المفضوحة ان هناك حملات اعلامية مغرضة لم نلاحظ ان مؤسسات كبرى بالفعل ادرجت الجزائر كهدف استراتيجي لها هل يقصدون ان ربما يقصدون ما قام به الاتحاد البرلمان الاوروبي في البيان والاخير الذي اثار الزوبعة ولو لم تكن الجزائر هي التي دفعته وجعلت منه قضية ربما ماهتم به احد ولكن رد الفعل الجزائري من طرف جهات غير رسمية وطبعا باعاز رسمي حوله الى انها قضية رأي عام ابدا اين الحملات الاعلامية المغربة اذا كانوا يقصدون جهات الخارجية هذا شأن واذا كان يقصدوا بعض الاطراف الجزائرية فهي تختلف في اسلوبها في التعامل مع الحدث هناك من يخطئ الاسلوب وهناك من يقدر وفق مرجعيته ووفق الموقع الذي يتواجد فيه ووفق ما يراه ما تعتبر لي واحد يعمل لي لايف على الفيسبوك يومي او على اليوتيوب انه يندري ضمن حملة اعلامية مغرضة تهدد وجود الجزائر بهذه الطريقة انتم تستصغرون الجزائر الجزائر اكبر من ان يهددها اعلاميا شخص لو كان جات مؤسسات اعلامية كبرى واشنطن بوست كبرى المؤسسات الاعلامية راه تشن في حملات واضحة ممكن اكون معاك ولكن الحملات التي تستكلم عن الجزائر كثير هي حملات في شبكات التواصل الاجتماعي بينها التي تقف وراءها جهات بلا ادنى شك ولكن من ان نتحولها الى عبارة عن تحدي حقيقي واجه المؤسسة العسكرية انا اعتقد بانها هذه مبالغ فيها الى حد كبير ايضا تحدثت الافتتاحية عن ما سمته الوضع الاقليمي المترد على طول شريط الحدود حقيقة هناك وضع متردي بمعنى الكريم جهة الصحراء الغربية هناك حرب جهة المغرب الحدود مغلقة والوضع ليس على ما يرام الجزائر حشدت قواتها على الحدود المغرب ايضا على منطقة الساحل والصحراء كلها هناك تنظيم القاعدة هناك تنظيم داعش الشريط الحدودي مع ليبيا اكثر من 950 كم ايضا تشتعل هناك حرب اهلية في ليبيا هناك ميليشيات هناك داعش هناك تنظيمات ارهابية اخرى على الحدود مع تونس وهي حدود ليست كبيرة ولكن ايضا جبل الشعامبي ايضا يتمركز فيه ارهابيون وتنظيمات الوضع ليس على ما يرام جهة البحر الابيض المتوسط ايضا نجد هناك الحراجة واشياء اخرى حقيقة هناك وضع حدودي سيء جدا بالنسبة للجزائر هناك تحديات كبيرة تحديات كبيرة بمعنى الكلمة لذلك ان هذا الوضع الاقليمي المتردد قد يفضي الى تحول المنطقة الى بؤرة نزاع او توتر كما ذكرت المجلة بحد ذاتها اتا وهذا الشيء بل انها ليست تتحول الى بؤرة توتر بل هي منطقة الساحل والصحراء وليبيا هي بؤرة توتر منذ سنوات ولكن تداعيتها على الجزائر ستكون اكبر من من كان يتخيله مجلة الجيش ذكرت ايضا قيام بعض الاطراف مؤخرا بتهديد امن المنطقة من هي هذه الاطراف التي هددت امن المنطقة؟ سؤال يبقى متروح كما ذكرنا انا اراها قيام بعض الاطراف من هي؟ ما قالواش طرف واحد قيام طرف حتى بعض الاطراف لكن هناك نقطة اخرى التهديدات انها غير مباشرة اذا من هي؟ ربما يقصدون الامارات العربية المتحدة عندما فتحت قنصلير في العيون ربما يقصدون المغرب انها ما حدث في منطقة القرقرات هي ليست تهديد مباشرة للجزائر ولكن ستكون لها تداعيات على الجزائر بالأدنى شكل اندلاع حرب بين البوليزاريو والمغرب ستكون له تداعيات حتما على الجزائر فهناك مخيمات الصحراويين قيادات البوليزاريو كلها موجودة في الجزائر الجزائر دعمت البوليزاريو ماليا وسياسيا وعسكريا وكل الدعم موجود اذا ستكون كأن الجيش يقول بأن هناك حرب غير مباشرة ولكنها ذكر الاستعداد لمواجهة هذه التهديدات اذا ان مجلة الجيش تدعو او تتحدث على ان الجيش الان يستعد لمواجهة هذه التهديدات غير المباشرة التي لم يذكرها وان كانت نستطيع ان نقرأها لا نقتصر على جهة الصحراء الغربية بل ايضا جهة منطقة الساحل والصحراء وشفنا تعيين ان امير جديد لتنظيم القاعدة الارهابي هذا بعد مقتل درودكال والرسائل التي وجهها والتهديدات التي وجهها ونعرف بأن هذا يوسف العنابي هذا كان هو مهندس هجوم تيغانتورين كأن الجيش يقول بأن هذا الأمر ره خطير جدا أمر آخر على ليبيا هناك تهديدات تستهدي في الجزائر هناك تنظيمات ارهابية في ليبيا هناك صراع دامي هناك فوضى السلاح هناك كثير من الأشياء إذن الجيش راه يستعد ويضع نفسه على آهبة مواجهة هذه التهديدات غير المباشرة هي تهديدات غير مباشرة وقد ستتحول بعد ذلك إن دخلت المواجهة إلى تهديدات مباشرة ولكن هناك نقطة واضحة أنه المقصود بها تحديدا أو رقم واحد في هذه التهديدات غير المباشرة هي قضية الصحراء الغربية حيث تحدثت المجلة نصرة كل القضايا العادلة إذن الصحراء الغربية فلسطين معناها أن مجلة الجيش أن هناك تهديدات تطال الجزائر بسبب موقفها من الصحراء الغربية وموقفها من فلسطين لأنها قالت كل القضايا العادلة هناك قضايا عادلة لم تنتصر لها الجزائر يجب أن نكون حقيقيا هناك منذ أيام فقط وزير الخارجية تحدث على نصرته أو مواقف الدولة الجزائرية المؤيدة لبشار الأسد الذي قتل الشعب والجزائر دائما تقف مع الشعوب في تاريخها لأول مرة تنقلب في السنوات الأخيرة أنها صارت تقف مع أنظم نظام قتل أكثر من مليون ونص وشرد أردوا هجروا سجنوا غيبوا عذب 15 مليون وندمر نصف البلد أدوا حولها إلى خراب حقيقي والجزائر وزير خارجيتها يعزي وفاة في وفاة وزير خارجية بشار الأسد وليد المعلم وبعد ذلك يتحدث عن أن موقف الجزائر ودعم لنظام الأسد كأنه إنجاز هنا أنتم لا تقفون مع الشعوب ولا تقفون مع القضايا العادلة إذا كان طرون أن قتل السوريين من طرف نظام الأسد قضية عادلة هذا يجعل الموازين تختن على كل حد إذن واضح بأن مجلة الجيش تتحدث أولا على قضية الصحراء الغربية الجيش والجزائري والدولة الجزائري طرى بأن قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وأنه إذن هذه التهديدات جاءت من بسبب هذه المواقف هي تهديد غير مباشرة وأيضا بلا أدنى شك في فلسطين حتى المقصول لأنه الرئيس عبد المجيد تابون أعلن عن موقف ضد ما سماها أنا ذاك الهرولة نحو التطبيع والتي جاءت بعد تطبيع الإمارات والبحرين وأحاديث عن تطبيع السودان ودول أخرى عربية تتجه نحو التطبيع وفي ذلك أعلن موقفا حادا أنه هذه الهرولة ما سماها الهرولة نحو التطبيع الجزائر ترفضها وأن الجزائر موقفها ثابت من قضية فلسطين إن ترى من هدد الجزائر على هذا الموقف مجلة الجيش تركت هذا الأمر غام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر